السلام عليكم ورحمة الله طلبة الصف السادس في الفيديو ده هنعمل ريفيزيون نميرو 1 المراجعة الأولى وحنشوف فيها الإجابات الصحيحة في الكتاب الثاني بتاع الأكتيفتي على الونيتي نميرو 1 و2 و3 وتقدروا تشوفوا معايا انتوا عملتوا ايه وحلتوا الأسئلة دي ازاي نشوف مع بعض نبدأ بالوحدة الأولى نحن نذهب إلى باري أفكركم ان المفردات بتاعت الوحدة دي هي عبارة عن الأماكن السياحية البلاد ومعهم أفعال زي بمعنى يذهب علشان أشوف أنا هروح الأماكن دي بأنهي جمل وفرب بخانر بمعنى يأخذ علشان وأنا بروح الأماكن بستخدم وسائل المواصلات هشوف هيسألني ازاي عن الفوكابيولير سواء كانت كلمات سواء كانت أرقام سواء كانت أفعال وهستخدمها ازاي السؤال الأول اكتب الكلمات تحت الصور جايب لي أربع كلمات أربع صور وواضح أنه هم أشهر المعالم السياحية في باري في فرانس وعليك أنك تبقى حافظ كل شكل من دول اسمه ايه أنا مش بطلبك أنك تكتبهم على الغايب لكن على الأقل لتبقى عارف مثلاً أول صورة هي النوت خدام الكاتدرائية المعروفة جانبها لارك دو تخيونف قوس النصر وبعدين لاتوغ إيفل بورج إيفل وآخر حاجة تحت لولوفغ اللو متح في اللوفغ لوسون 1 نميرو بي السؤال الثاني لي نميروت لفراز اكرأ ورقم الجمل جايب لك تمن صور وتحتهم تمن جمل وعليك أنه كل جملة مناسبة لصورة هتحط عندها رقم الصورة فوق بقى حتطلك أفعال verbين verb aller بمعنى يذهب و verb prendre بمعنى يأخذ وجايب لك تصريفات الأفعال دي مع جو بمعنى أنا والنو بمعنى نحن تعالوا نشوف بقى من خلال السور هنرقمهم إزاي أول جملة هو حالي لك جو في أبغي واحد بيتكلم عن نفسه وبيقول أنا رايح بغي يبقى حنحط الصورة رقم واحد جو دي تتقال على الولد أو البنت طيب اللي بعدها أنا أكون من السياح سائحة دي الصورة نميرو ست الست الوقفة الوحدة هدي ثم أنا أخذ تاكسي دي هتكون الصورة نميرو سانك واحد واقف قدام تاكسي وبيحاول يفتح الباب ويدخل الجملة الرابعة جو فو فوار لاتور إفل جو فو فوار لاتور إفل أنا أريد أن أرى لاتور إفل هتكون الصورة نميرو ثروة الولد اللي بيشاور على التور إفل والواحد عشان كده بيقول جو الصف الثاني نصم دي توريست نحن نكون من السائحين ودي صورة نميرو ويد عندي أكتر من شخص نبتدي من شخصين يبقى جامع على طول يبقى يقولوا على نفسهم نصم نحن نكون الصورة أو الجملة اللي بعدها نوووولون ووار لاتور إفل نوريد أن نرى لاتور إفل هتكون الصورة نميرو 4 إثنين بيشاورو على التور إفل بعدها نووز اللون أباري لازم يكونو إثنين عزين يروحو باري هتكون الصورة رقم إثنين وآخر حاجة نوو تخونو عن تاكسي هتكون الصورة نميرو 6 لسان 2 أغلي لدسان إيكري لما انتشاهدين جايب لي صور وجايب لي أسماء فوق وعليك أنك تحط تحت كل صورة الإسم بتاعها الصور اللي على الشمال هي بعض الشخصيات اللي تذكرت في الونيتي أول حاجة لورواليون ملك الملك الأسد جنبي أليس وتحت بابا ياجا ولوروالي سانج ملك الأرود وآخر حاجة ألدان وجنبي طول أما البلاد فنعندي شين اللي هي الصين وزا ما نشاهدين هو البيت اللي ليه سقف مسلس كده هو ده البيت الصيني الكبير وبعدها تحت أفريكا شايف شجر وشايف حيوانات وتحت روسي اللي هي روسيا معروفة بالأصر بتاع الكريملين اللي فيه العمود الأخير أنجلتغ أنجلتغ اللي هي أنجلترا ودي ساعة بيكبين المشهورة بعدها فيه نورواج نورواج اللي هي نرويك بلد سقع وزا ما نشاهدين البيت والشجر مغطي التالج وأخيرا إيجيبت اللي هي مصر معروفة بالأهرامات لوسان دو بي بيولي ديسين إيكري ارسب وكتب أنا عندي حد بيقوللي في صورة ورا لطوريفيل بيقول من فرانس أنا جاي من فرانس إتوا وأنت يلي شايفني توفيان دو أنت جاي منين هو جايب لك الإجابة بيقولك جوفيان دو أنت كمل بقى طبعا أنت المصري حتقول جوفيان ديجيبت أي حد من بلد تانية مثلا يقول جوفيان دو لاتونيزي جوفيان دو ماروك جوفيان دو سودان أي بلد بس بيقولك كمان ديسين يعني إرسم فأنا رسمت الأهرامات عشان هاي دي اللي بتدول على مصر لسون 3 أ بيقولي إكري إني لاتر أتون كورسپندان أو أتا كورسپندان اكتب خطاب إلى صديقك بالمرسلة أو صديقتك بالمرسلة يعني أنت لك صاحب في بلد تانية وبتكتب له خطاب زي ما نشاهدين عشان الصفحة مش مكافية فأنا أسم الخطاب على صفحتين هنا لما باجي أكتب خطاب لازم أحط فيه اسم المدينة اللي أنا بكتب منها الخطاب والتاريخ اللي أنا بكتب فيه فأنا كتبت مثلا پاري لسنك مي دو ميل واخترت التاريخ بسيط هو تاريخ السنة دي ولكن اخترت شهر سهل يتكتب من ثلاث حروف بس اللي هو شهر مي بعد كده حقول بونجور هنا أنا كاتب مونا مي على أساس أنا محطيتش اسم لكن أنت ممكن تحط اسم طبعا ممكن تقول بونجور ألان بونجور مونا بونجور فرانسوا حط أي اسم ممكن تكون أنت بعت الخطاب ده الواحد مصري أو الواحد أجنبي بونجور مونا مي ساوا أنت كويس الجملة اللي بعدها جو مابل برضو هنا محتاج تحط أي اسم أنا حطيت مثلا بيير جي دوزان عندي 12 سنة حطيت رقم 12 أنت ممكن تحط 11 حطيت 13 براحتك جو فيان دو فرانس أنا جاي من فرانس أنت ممكن هنا تحط برضو أي بلد مناسبة لصحبك اللي أنت هتبعطه يعني مثلا هتقول محمدي ما ممكن تقول دي جي بتدو ماروك أي بلد عربي الجملة اللي بعدها جاي لزيو ذاغ أمعنية عندي عناية لونها ذاغ أخضر أنت ممكن تحط أي ألوان تانية ممكن تبقى بلو أزرق ممكن تبقى ماران بوني وشعري أنا حطيت هنا بلان بلان يعني أشأر أنت ممكن تحط نوار أسود الجملة اللي بعدها جاي اون سور اون فرير أنا حطيت أن أنا عندي أخت واحدة وأخ واحد أنت ممكن تغير الأرقام وتقول مثلا أختين ثلاث إخوات زي ما أنت عايز الجملة اللي بعدها جاي شيان جاي اون شيان اون شا أنا عندي كلب وعندي قط أنت ممكن تقول أنا عندي كلب أو أنا عندي قط أو ممكن تستخدم جوني با أنا معنديش جوني با دوشيان أو جوني با دوشا براحتك هو حطيت لك الجملة في الإثبات وحطيت لك جنبها الجملة في النفي على أساس تستخدم واحدة من الاتنين لكن مش تستخدم الاتنين هو حطيت لك واحدة منفية ما بين قصين علشان يديك الاختيار يئما بالإثبات يئما بالنفي يئما تقول أنا عندي أخت وأخ يعني ما تقول أنا ما عنديش ولا أخت ولا أخ نفس الحكاية أنا عندي كلب أو قطة أو سمكة أو أي من الحيوانات الأليفة أو ممكن تقول أنا ما عنديش والجملة الأخيرة جام جام أنا بحب أنا قلت مثلا جام لغة اي فار دي سبار أنا بحب أقرأ وألعب رياضة أنت ممكن تحط حاجات تانية زي ما أنت عايز ممكن تقول جام اي كو تيدو لع ميوزيك جام جو وي وفوت أو جو وي أو تنيس زي ما أنت عايز تكملت الخطاب الجملة الأولى جونيم با أنا ما بحبش ما بحبش إيه برضو تقدر تقول أي حاجة أنا حطيت فير لا كويزين يعني ما بحبش أطبخ مثلا الجملة اللي بعدها جوسي جوسي يعني أنا أعرف لما تقول أنا أعرف يبقى لازم تحط حاجات أنت بتعرف تعملها بإيدك مش حاجات تتحبوا بس لأ حاجات تتعمل بالإيد فهنا قلت جوسي دي سيني أنا بعرف أرسم إي أسي وأيضا زي ما بيكون عايزك تضيف حاجة تانية لما يحط لك كلمة أسي يعني تاني وأيضا وكمان يبقى عايزك تحط حاجة تانية فأنا قلت باندر يعني ألون جبت حاجتين مناسبين اللي هو أرسم وألون وجبتهم مع فيرب سافوار يعني يعرف جوسي معناها I know أنا أعرف بعدها تفعلي كل أكلور وكأن اللي كتب الخطاب بيسأل سؤال بيقول هو أنت بتروح المدرسة إمتى بيبعث لصاحبه وبعدين هو بيقول وأنا جوفي علي كل أ وسهيبها فاضية أنت تكمل أنت اللي بتكتب الخطاب فهتقول مثلا جوفي علي كل أسيتر إدمي سابعة ونص أو أويتر الساعة تمانية أو أسيزر إدمي ستة ونص اختار الساعة اللي أنت عايزها بعد كده بيقول Voila mon école ها هي مدرستي وسايب المكان فاضي فأنا عملت إيه؟ أنا جبت رسمة علشان أبين المدرسة أنت ترسم أي مبنى كده وتكتب عليه كلمة école وتوصفها بقى بجمل أنا كتبت Mon école est grande est belle مدرستي كبيرة وجميلة أنت تحط أي صفة لمدرستك وبعدين Il ya يوجد Une salle du sport فيها سالة جيم نلعب فيها et une bibliothèque وفيها مكتبة أنا حاولت أجيب حاجة ما بتبقاش مبوضة في كل المدارس مثلا وبعدين قلت Ma matière preferée et l'histoire ومادة المفضلة مادام اتكلمت عن المدرسة أقول كمان مادة المفضلة هي جملة زيادة Ma matière preferée et l'histoire مادة المفضلة هي التاريخ هو كان بيقولك Voile amon école كان عايزك تتكلم عن الإكل فأنا اتكلمت عن الإكل بوصف اللي هي كبيرة وجميلة واتكلمت إيه اللي موجود فيها آخر حاجة بيختم الخطاب بيقول Tu connais Paris يا صاحبي اللي أنا بكتب له الخطاب ده Tu connais Paris هل تعرف Paris La Tour Eiffel Notchidam تعرف Borg Eiffel وتعرف كاتدرائية Notchidam سؤال وبعدين بيقوله A cream of it اكتب لي بسرعة Au revoir مع السلامة وساب لك مكان للإمضة فطبعا مدم طلب منك في أول الخطاب تذكر اسمك يبقى لازم هو نفس اسمك اللي هتمضي به في آخر الخطاب هو لما قاله في الآخر Tu connais Paris أنت عارف Paris وكأنه بيحاول يفكره هو منين ومدم عشان كده لما قال أنت تعرف Paris تعرف La Tour Eiffel تعرف Notchidam عشان كده أنا أخترت أن اللي كاتب الخطاب دوت ولد فرنسي فكتبت اسمه فرنسي اللي هو Pierre يعني لازم تلتزم أنه اللي بيكتب الخطاب ده يكون فرنسي فتحط أي اسم ممكن يبقى اسم بنت أو اسم ولد تاني زي ما أنت عايز لسان 4 جوين دو مارك أو تخليها دو أبوستروف في حالة لول بلد بد أبحارف ويال زي إيجيبت أقول ديجيبت دو أبوستروف طيب الجوملة التانية أو السؤال التاني تُو با أباري دا سؤال آه ما فوج أدات استفعام بس برضو معناه هل تُو با أباري هل تذهب إلى باري هقوله وي جو في أباري تابول أو لا هقول نون جو في أمدريد أنا بروح وحط أي بلد تانية أي مدينة تانية غير باري طيب السؤال التالت تُو با وار لطور إفال نوت خدام هنا تُو با عندي فيربين وراء بعضهم الفرب الأولاني هو فيرب ألي والتاني فيرب فيرب بمعنى يرى مش معناها أنت تذهب ترى لا هنا فيرب ألي بمعنى سوف تُو با وار لطور إفال أنت سوف ترى بورج إفال ونوت خدام هل سوف ترىهم هقول له مثلا وي جو في وار لطور إفال ونوت خدام أيها أنا سوف أرى لطور إفال ونوت خدام لسون 4 نميرو بي هنا بيحاول يشوف قدرتك على تذكر الكلمات المفردات بتاعت الوحدة كل الفوكابولير عن طريق سور بيحط لك سور يقول لك يا ترى كل صورة هي عبارة عن إيه فأول صورة هي لطور إفال معروف والتانية مدخل اللو لوفغ اللي المدخل بتاع علاية هرم وبعدين لعخ دو تخيونف قوس النصر وبعدين نوت خدام اللي هي الكاتدرائية تحت في المركب اللي بتمشي عندهم في النهر اسمها لوباتو موش اسمها كده وبعدين عندي شخص لابس بورنيتا ده اسمه لوتوريست سائح عندي مبنى مكتوب عليه ميوزي يبقى أكيد له ميوزي عندي الصورة بتاعت أفريقيا بتاعت الحيوانات والشجر لأفريق عندي صورة لانجلتير لاشين لبيغاميد وآخر عمود لفرانس لنورواج لاغوسي والصورة الأخيرة خالص هي لفو داختيفيس لفو داختيفيس يعني الألعاب النارية الألعاب النارية دي المفردات بتاعت الوحدة وهو بيحاول يشوف انت فاكرهم ولا لأ وبتعرف تكتبهم على الغيب ولا لأ الوحدة التانية اوني تي دو بانجور ساوا نغوووالا صباح الخير كويس نغوووالا ها نحن هنا تعالوا نشوف حيسألني ازاي في الوحدة دي برضو عن المفردات لفو كابولير عن الفيرب الافعال وازاي هعمل بيها غومل او هرد على سئلة او حتى هاكمل غومل نشوف مع بعض لصن 1 ا اكتب بالحروف الاعمار بتاعت الشخصيات بتاعت الكتاب اللي كانت موجودة في الوحدة دي وكمان اكتب سنك انت او عمرك انت اللي هو لوتين يعني عمرك انت فطبعا احنا عارفين من التمرين انه كالاج ازوي زوي ا نوفان هو حطت لك حتى الاختيارات من فوق بس انت لما هتذكر الوحدة هتعرف ان هي دي الاجابات كالاج كالاج انت عندك كام سانة فممكن انا كاتب كى او عمرك انت شخصيات كالÜ عمودين عليك انك توصل كل جملة على اليمين بما ينسبها من الشمال وفي نفس الوقت كمان تحط الرقم بتاع الجملة وصد الجملة اللي بتنسبها نشوف اول جملة سالو سافا سالو قلنا يعني هاي ازايك سافا انت كويس الجملة المناسبة هتكون وي ميرسي سافا زي ما انت شايفين ادي السهم مواصل ما بين الجملةين وكمان خطيت عند الجملة دي نميرو 1 طيب الجملة التانية نميرو 2 جو مابل عدل اتوا هتنزل تحت خالص قبل الاخير جو مابل جوتية هنواصل السهم ونحط رقم نميرو 3 توا كالاج توا كالاج ها واصل ها بي جي 10 ان جي 10 ان توا دي زان دا سؤال بقى توا دي زان هل عندك 10 سنين اول جملة خالص وي دي زان ايو 10 سنين نميرو 5 اي موا جي دوزان وانا عندي 12 سنة فالتاني هيقولو دوزان كانو بيستغرب يعني اخر جملة نميرو 6 وي ابلو تار اشوفك بعدين اروفوار ادل مع السلام ايا ادل اتنين بيتعرفوا على بعض وده الحوار اللي دار ما بينهم لوسان دو ا رجعب اي كامبلات لفخاز بص كويس على الرسمتين وكمل الجمل تحت بالفوكابيولير اللي فوق انا عندي شخصيتين من شخصيات الكتاب وكل واحد لابس لبس معين وفي ايده اداء بيبين انه بيلعب رياضة معينة وكمان في ايده التانية في بيأكل ايه او بيحب ايه ومعاه كمان حيوان أليف ووالا لولو ايلا سيتان عنده سبع سنين ايلا اان امستير حيوان اسمه امستير زي الفار كده ايلم جوي او فوت طبعا لانه لابس لبس الفوت وجنبي كورة واخر حاجة ايلم او سي بيحب ايضا لجاتو لانه بيأكل جاتو انا جبت الكلمات دي منين من الكلمات الموجودة في الشريط اللي فوق الناحية التانية على اليمين سي راتافيا ايلا ويتان عندها تامن سنين عرف تمنين مكتوب على التشيرت بتاعها الى انغا عندها فقر ايلم جوي او تنيس واضح انها بتحب التنس وي ايلم او سي الفخيت وبتحب البطاطس مع كيس بطاطس لوسان دو بي ريبان بوي انتغوش تون ووزن وتا وزين جاوب على الاسئلة بنفسك اللي تخصك انت ثم حاول تسأل زميلك اللاعد جنبك هو مسميه فوزان يعني جارك يقصد زميلك اللاعد جنبك او زميلتك تا وزين هو مختار كلمة جار وجارة يقصد بيها مش جارك في الساكن لأ جارك في الدسك اللي جنبك يعني زميلك هتجاوب من اين هتجيب الكلمات بتاعت الاجابات من الشريط اللي فوقك العادة الاسئلة بتقول لي تاعت الاجب عندك كم سانة؟ أنا جاوب على النافس يقول جي دوزان عندك اتناشر سانة تاعت تاعت الان شا أو ان شين انت عندك قط أو كلب هاول جي اين تورتو عايز اغاير شوي انا بحولو عندي سو الحفة طيب كسك تايم منجر تحب تاكل اي هاولو جيم منجر دي جاتو طيب كسك تايم بوار تحب تشرب اي جيم بوار دي لابن طيب كسك تايم تاعت بتعرف تعمل اي هاولو جو سي فر لكوزين بعرف اطبخ طيب كسك تايم فر تحب تعمل اي هاولو جيم لير بحب اقرأ طيب تايم لكوز وي ولا نو هاولو وي جيم لكوز ايوة بحب المدرس دي اجابتك انت وتقدر تغير الكلمات دي بس مش من عندك من الكلمات اللي فوق زميلك بقى هنفترض او زميلتك هيرد عليك لو هو ولد هيبق ايل لو هي بنت هتبق اقل هيقول مثلا اي هيرد عليك فانت او هي عند 11 سنة طبعا هو او هي الافعال بتتصرف معهم بنفس الطريقة فانا كتبتي هو وهي انت تختار واحد بس الجملة التانية اي او ال عنده سمك او سمكة الجملة التالتة اي او ال ام مانجي دو بولي بيحب بياكل فراخ اللي بعدها اي او ال ام بوار دو جو بيحب بيشرب عصير اي او ال سي دي سني هو أو هي يعرف يرسم إل أو أل أم فردو بيحب يلعب عقل إل أو أل أم أسي لكول هو أو هي بيحبو أيضا المدرس لسن 3 أ كمпلت لالتر إي أدرس لأ آن كامراد إل أو أل ريبان آتي كستيان كمпلت لالتر مدير خطاب زي من تشايف بولاك كاملو يالله بالكلمات المناسبة هو كمان مدي لك كلمات فوق عشان تكمل بيها وبعد كده بيقول لك الأسئلة الموجودة في الخطاب دي بقى أنت اسأل بيها أصحابك وشوف هيردوا عليك إزاي نشوف اللي قدامي وهأكمل بالكلمات اللي في الشريط اللي فوق والشريط اللي تحت فهقول زي ما قلت في الخطاب اللي فات ممكن أقول مونامي وممكن أحط أي اسم هنا حطيت اسم ماريام بونجور ماريام تُو اا ان فرير اين سور هنا حطيت وحطيت كلمة فرير لأنه بدأ بالإف وكلمة سور لأنه بدأ لي بالإس هو بيكبرني حط كلمات معينة بعدها هجاوب على السؤال ده هقول وي جي دو فرير اين سور إجابة حرة تقدر تحط أي أرقام عند الفرير أو عند السور مع ملاحظة لو حطيت جمع ما تنساش اس الجمع أنا حطيتها مع فرير لكن ما حطيتهاش مع سور عشان قلت اين سور يعني أخت واحد يبقى جي دو فرير اين سور سوال البعضو كسك تتو ويبقى ماذا تريد لعيد ملادك اللي غابة حطكون جي دو اين گيتار أنا عز گيتار سوال البعضو كسك تتو پران او پوتي دي جنة الوحيد اللي ينفع معا وربي هو وربي پراندر معا الپوتي دي جنة بتاخد اي على الفطار هقول جي پران دو للا تاختين هاكل تاختين السؤال البعضو كسك تف ديمانش بتعمل يوم الحد ترجع دي تليفزيون هل تشاهد التليفزيون تدار هل تنام طبعا انا اخترت الكلامات دي مناسبة من الشريط اللي فوق اللي تحت اللي جابة حتكون لو ديمانش جو في او كلب جو جو او جو فيديو انا بروح النادي وبلعب العب فيديو ريپو معا فيت رد علي بسرعة سالو مع السلامة وحطيت اسم الراجل او البنت اللي كتبت الخطاب واخترت هنا جانا انت تقدر تعمل موديفيكاسيون تغييرات تقدر تشيل حاجات كتيرة من اللي هو سيبها لك لبرا تعملها بحر لكن فيه كلمات لازم تلتزم انك تاخدها من الشرائط اللي موجودة عندك لسان 3B لنوميغوت لفخاز اقرأ ورقم الجمل نفس الحكاية جايب لجمل على افعال المراضي يحب متصرف مع جو ونو وفرب افوار متصرف مع جو ونو وفرب روگاردي يشاهد مع جو ونو وفرب جو مع جو ونو انت تفهم من الصور الجمل وحترقمها ازاي فالجمل اقولها ده من هو بيحلها بيحلها بيقول جم لطور جم لطور انا بحب السلاحف ودي الصورة الاول البنت اللي شعي لسول حفا طيب جم لطانيا جي او واتور اكيد الصورة رقم 5 جو رغarde تليفزيون انا او شاهد تليفزيون الصورة رقم 3 واحد بس اع دهو بيت فرق ع تليفزيون جو جو او فوت بول انا بلعاب كور او او سورة نمیرو 7 لانو شخص واحد نگل للم او نو رغarde تليفزيون نحنو نو شاهد تليفزيون دهت سورة نمیرو 4 نو زمان لطور نحنو نو حب السلاحف سورة نمیرو 2 نو جو وان او فوت بول نو جو او نمیرو A تليفزيون تليفزيون كورسپندان هنا يقول تعرف تعمل انت اسئلة تعرف توجه اسئلة تعرف تنشئ اسئلة على الاجابات الموجودة قدامك اه طبعا بمتال بساطة لما يديني اجابة يقول جو نو انا عندي تسعة سنين يبقى سؤال كن كالاجة تو او يا اما السيغة يا اما قدامك يعني عندك كمسان طب الاجابة اللي بعدها جم لشوكولات يبقى السؤال هيكون كاسك تا ام ماذا تحب الاجابة التالتة جو بوا دولي باشرب لابن يبقى السؤال كاسك تبوا ماذا تشرب على الامین جم لغة الدسينية يبقى السؤال هيكون كاسك تا ام فا ماذا تحب انتفعل انا احب ان اقرأ وارسم السؤال البعض جو سي جانجلي انا بعرف احدف الكوار كدا والعب بها يبقى كاسك تسي فر ماذا تعرف انتفعل مادام دعم اليدوي باستخدم فيربي صفوار يعرف واخر اجابة جمانج دو بان غري انا باكل عيش محمس اللي التوست يعني يبقى السؤال كاسك تمانج ماذا تأكل لسان كاتر نمیغو بي تسي دیغ سي مو ان فرانسي اكري تعرف تقول الكلمات دي بالفرانسي طب اكتبها كالعادة بيسألني عن الفوكابيولير على الغايب عن طريق صور نشوف الصور ونكتب جنبها اي اول حاجة ولد وفي سهم على الولد التاني فده واقف معا الاقلام والفرش والالوان ده اسمه لاختيست اللي هو الفنان العمود اللي في النص العصايا بتاعت السحر دي بيبقى بستخدم بيها او بعمل بيها فار دي تور دوماجي بعمل بيها العب سحرية فار دي تور دوماجي العب سحرية الوش اللي بيدحك ده هو بمعنى يضحك غير وعندي اللي هو البغبغاندا اللي هو يون بيروش تحت اللي هو الامستير ان امستير اللي هو زي الفار كده العمود الاخير ده اللي هو انغا غا اللي هو الفق وبعدين البنت اللي هي دي شخصية من شخصيات القصص والحكايات فكلمة لو كونت يعني الحكاية او القصة واخر حاجة الارنب والسلحيفة دول شخصيات بتوها الفابل اللي هي الحكايات الخرافية كلمة فابل يعني حكايات بردو زي كونت بالزبط وصلنا لأونيتي تغوا اللي اسمها دي بمعنى اسرع وانتو فاكرين طبعا انو الوحدة دي بتتكلم بشكل اساسي على البرنامج اليومي الصباحي قبل مروح المدرسة والافعال اللي بستخدمها هي الافعال الضميرية وحنشوف بقى احنا فاكرين ايه في الوحدة دي لسون 1 نميرو A لي اي نميرات لفراز اكرا ورقم الغومل 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 لفتوا انهض طبعا هو حاللها على الرسمة الأولى الغومل البعض دي پشتوا اسرع الرسمة رقم 5 لفتوا اغتسل الرسمة رقم 2 برس تو لدن اغسل سنانك و نميرو فاكو اغسل لفتا لفتا الرسمة نميرو 6 لسون 1 B رekk ر REGARDE اغلا تطبع اغسل اغلا لذ hourlyم اغلا تطبع اغلا الحالل تطبيع الساكل اغلا اغلا لا أريد أن أتحرك عايزك بقى تحط الأفعال والجمل المناسبة تحت كل صورة من الشريط اللي فوق فأنا كتبت عند الولد العشمال كل الأفعال اللي فيها حركة زي مثلا يعني بمشي بالبتناج بلعب بالبالي بلعب بالعجل بلعب بالعجل يعني بحرك درعاتي فوق وتحت كل دي أفعال فيها حركة النحة الثانية بقى جو ودري غيوي أنا أريد أن أحلم واحد بيحلم فاعد فحال تسترخاء كنتي أعد بعد وانا أعد ما بعملش أي حركة درميغ بنام لير بقرا إكوتي دو لا ميزيك باس مع موسيك رغغغدي لا تليفزيون وشاهدي تليفزيون كل دي أحداث أنا بعملها وانا فحال تسترخاء ما بحرك شي جسمي لسان دو أ كمبلت تون أجندا اكمبار أفك تون وزين تا وزين هنا كمل الأجندا البرنامج بتاعك وقارن بقى شوف زمالك بيعملوا نفس الأحداث دي في نفس التوقيت ولا مختلف عايزك تمارس اللغة عندي برضو شريت فوق وعايز أكمل الجمل بالساعات وبالجمل الكصيرة أو بالأفعال فأول حاجة أنا ابنهد وخطيتلي يبقى هنا Falcon فأنا عطيت1 مس كل منا KA ا möjENT تغيرها من 6h30 الصعة 7 Saul بن الس勝 أنا اصلا من 6h35 من ا Sau St F من 6h45 من أخدال ي неё إنه冬ان الآن عموت الجانبي من 7h15 سابع وربع من س bear من 5h20 من 30 برتدي ملابسي واخر حاجة حاول انت كمان تمارس وتحط ساعات بس تكون حاجات لوجيكة يعني ما تبقاش فيه فترات طويلة بين الاحداث اللي هي ما بتاخدش وقت وحاول يكون البرنامج اليومي كله قبل ما تروح للمدرسة يعني من اول ما تصحى لحد ما تروح للمدرسة يعني فترة ساعة بالزد لوسان دو بي دسين لور كيلي ارسم الساعة كما هو مكتوب او كما هو مبين نمسك العمود الاول فوق على الشمال الويتور سانك ساعة تمانية وخمسة بحط العقرب الصغير بتاع الساعة على تمانية والعقرب الكبير على واحد اللي هي الخمس دقيق الساعة ستة خمسة وثلاثين دقيقة العقرب الصغير بتاع الساعة على ستة والعقرب الطويل بتاع الساعة على سبعة اللي هي تون سانك تحتها الويتور سانكونت الويتور سانكونت الساعة واحدة وخمسين دقيقة زي من شافين الصغير على الواحد والطويل على العشرة اللي هي بتمثل 50 دقيقة العمود اللي في النص فوق اللي نوفر 20 الساعة 29 دقيقة تحتها اللي دوزر 10 الساعة 12 دقيقة فالعقربين موجودين على رقم 2 تحت اللي ساتر 25 الساعة 7 25 دقيقة 25 دقيقة اللي هي رقم 5 العمود الأخير على اليمين فوق اللي تروازر كارونت الساعة 43 دقيقة دايما نحط العقرب الصغير عند الساعات والعقرب الطويل عند الدقائية بعدها في النص الساعة 10 وربع اللي 10 و15 اللي هو على 3 يعني يبقى العقرب الصغير على 10 والكبير على 3 وآخر حاجة الساعة 11 و30 الساعة 11 ونص اكتب الساعة كما هي مكتوبة كما هو مبين في الرأس مديني الرسم ويقول لي اكتب لي انت الساعة بالحروف ده تمرين عكس التمرين اللي فات نمسك كده اول رسمة العمود اللي على الشمال فوق هو حللها بيقول لي الساعة 2 إلى 10 تحتها الساعة 6 إلى 4 العمود اللي في النص فوق الساعة 4 ونص خدوا بالكو انا حطيت كلمة دمي بدل كلمة ترانت اللي هي تلاتين دي علشان مديني اي يعني وا ما ينفعش اقول الساعة 4 و30 لا الساعة 4 و30 لكن هنا مدام حطي الاف عشان كده قلت الساعة 4 و30 نفس الحكاية الصورة اللي تحتها الساعة 11 وربع العمود الاخير على اليمين اللي نوذر اي كار تسعة وربع واخر الصورة تحت اللي ويتهر موان 20 الساعة 8 إلى 20 دي لساعة 3 بي لي دي سين لزور اقرأ وارسم الساعات مديني صور كل صورة فيها منبه فاضي وانت ترسم الساعة تبعرف الساعة منين اقرأ الجمل اللي تحت وانت تعرف كل حدث من دول بيتم الساعة كام فأول حدث نقرأ الأول بيقول لي النهاردة يوم الخد أكيد يوم أجازة والساعات هتبقى مختلفة عن البرنامج اليومي وانا بروح المدرسة أول جملة أنا باستيقظ الساعة 9 ونص فين الصورة بتاعتي أستيقظ هتلاقيها فوق في النص الولد اللي بيتتاوب ده هو لسه ما أمش من على السرير ده بمعنى يستيقظ يدو بيفتح عنيه يبقى هرسم على المنبه ده نهاردة دمية يعني تسعة ونص بعدها أنا باقوم من النوم بنهض الساعة عشرة هتكون أول صورة فوق خالص على إيدك الشمال فعلا هو هيبتدي يؤمن على السرير بعدها يبقى هرسم على المنبه ديزهر ونص باخد في طريق الساعة عشرة وربع الكلام ده حكون فين آخر صورة خالص على اليمين تحت بيفتح وانا رسمت الصورة عشرة وربع ديزهر ونص بعدها هتبقى الصورة اللي في النص من تحت آخر حاجة بارتدي ملابسي الساعة واحدة وعشر دقايق هتكون الصورة اللي فوق على اليمين هو جايب لك الصور والأحداث مش مترتبة عشان يخليك في نفس الوقت ترسم الساعة صح وتبقى مذاكر الساعة كويس وكمان تبقى عارف الأحداث وتبقى مذاكرها كويس لسون 4A تُسي غيباندر أسي كيستيون؟ تعرف تجاوب على الأسئلة دي مديك أسئلة وبيشوف هتجاوب عليها ازاي؟ أول سؤال تتلاف أكلهر؟ انت بتنهض بتقوم من النوم الساعة كام؟ هقول له جامو لاف أساتهر؟ انا بنهض حط اي صعب راحتك انا هنا حطت ساتهر طيب السؤال التادي تبقى 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 تجونة أكلهر؟ انت بتاخد فطارك الساعة كام؟ هقول له جا بخان مون بتي دي جاني أساتهر اي كار سابعة وربع آخر سؤال تُو فى عاليكول أكلهر؟ بتروح المدرسة الساعة كام؟ هقول له جا بي عاليكول أساتهر كارانت بروح الساعة سابعة واربعين ديئة انت حر تحط الساعة اللي انت عايزة انما لازم تجاوب على الأسئلة بنفس الطريقة دي وتكون إجابة كاملة ما تحطش الإجابة عبارة عن ساعة بس يعني ما يقولكش لازم تجيب لي الجملة كاملة لازم تتعود تكتب جملة من سوجة فاعل فاعل مفعول هو يقولك تُو انت تجاوب بجو تستخدم نفس الفيرب اللي وده لك في السؤال بس تصرفه مزبوط مع الجو هؤالي تُو تُو ليف أنا قلت له جو مو ليف هؤالي تُو بخان قلت له جو بخان لازم تعود نفسك على إجابة الأسئلة بالشكل الصحيح كالعادة 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 يقولي أنا حتديك برضو السور وحشوف أنت فاكر السور دي بتعبر عن أنه أفعال حاول تفتكر الأفعال دي معناها إيه؟ وممكن تعمل منها جمل أو تعمل منها أوامر باستخدام الأمبيراتيف اللي احنا شرحناه في فيديو خاص بالأمبيراتيف أول صورة الولد وهو لسه بيستيقظ لسه مقامش منه على السرير فده فيرب يستيقظ بعدها أمن على السرير ده فيرب بمعنى ينهض بعدها في الحمام بيغسل إيده أوش ويبقى تحت بيغسل سنانه العمود اللي في النص فوق بيلبس هدومه السعبية هنا بيحاول أنه مستعجل فبيجري فسيبقى سو دي بيشي هنا بيجري فعلا هنا فيرب كورير بمعنى يجري وهنا بيحرك إيديه ورقليه هنا فيرب بوجي يتحرك هنا ده بقى نايم وبيحلم ده فيرب ريفي تحت دي شنطة لوساك شنطة المدرسة اسمها لوساك آخر عمود دي بقى الساعات الساعة الأولى تبقى إلي دي زوري كار عشرة وربع بعدها إلي دي زوري دومي عشرة ونص والثالثة إلي أونزور موان لو كار الساعة داشر إلا ربع وآخر الصورة الراجل بيبص في الساعة وهو مستعجل يبدأي أون روتار يعني مستعجل أو متأخر أون روتار معناها متأخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر